اشتركوا في القناة التي فيها البشارة بالخير وفيها البشارة بالتفاؤل وبالتفوق وبالنجاح هناك رؤى لأول وحدة حينما تقع على أذن مفسر يستشعر منها أن هذه بشرة بالتفاؤل أن هذه الرؤية تبشر بقدوم الخير أول رؤية معنا وهي رؤية ارتداء الثوب الجديد دي يعني سبحان الله العظيم مش الرؤية دي بس معظم الرؤية اللي هذكرها لكل نهاردة مش محتاجة مفسر أنت تستبشر بها هناك خير قادم إليك إن شاء الله تبارك وتعالى فأول رؤية ارتداء الثوب الجديد اثنين تزين المرأة لنفسها أمام المرأة ورأت أنها جميلة في المرأة كل الكلام دا في المنام هذه الرؤية تعكس هذا التزين وهذا الجمال على أرض الواقع لأن المرأة شغلها غير إنها تعكس صورتك فالحلم دا بيعكس صورتك اللي هيتحصل في الحقيقة هناك قدوم خير بدلالة أن أنت بتتزيني والزينة في المنام والجمال تدل على بشرى خير رؤية ركوب الطائرة بشرى بقدوم الخير بغض النظر عن التفصيل رؤية السيارة الجميلة والفاخرة بشرى بقدوم الخير رؤية الحدائق الخضراء رؤية بقدوم الخير رؤية الشعرة البيضاء في المنام كوني أن أنا أرى في المنام شعرة بيضاء هذه الرؤية تدل على قدوم الخير رؤية اللي جاية مش عايز بعض الناس تجدلني فيها لأن رؤية الأحلام ما لهاش قعدة استشعار في المنام إننا شفت ربنا في المنام من الممكن دا يحصل أيوة ممكن يحصل هذه الرؤية تبشر بالخير طبعا احنا عارفين إن احنا مش هنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا لا في الحقيقة ولا في المنام لكن هذه الرؤية حينما تأتيك في المنام استبشر بها خير لأن الشيطان مش هيتمثل في السرط ربنا أي كان اللي انت شفته بس انت استشعرت في المنام إن انت شفت ربنا فهذه الرؤية تبشر بقدوم الخير رؤية الدجاجة مع أفراخها وأفراخ أولادها يعني كثرة جدا هذه الرؤية تبشر بالخير رؤية فتح الأقفال المقفولة رؤية تبشر بقدوم الخير رؤية ذوبان السلج قطع السلج وانت واقف تنظر إليها والسلج يذوب هذه الرؤية تدل على قدوم الخير رؤية السطارة الجميلة لا سيما إذا كان لونها أغضر أو الألوان الفاتحة أو اللون الواردي أو اللون الزهري بشرى بقدوم الخير رؤية الحذاء المريح في المنام تدل على قدوم الخير رؤية تنظيف الأسنان بغض النظر بسواك ولا بفرشد أسنان وبمعجون لا 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 هي اللي انت شفته في المنام تنظيف أسنان فتنظيف الأسنان بشرى بقدوم الخير رؤية الملابس الخضراء الثوب الأخضر ممكن أنا ذكرت اللون الأخضر حتى في السطارة لأن اللون الأخضر يا جماعة أنا دايما أذكرها لما أتعرض لها إن اللون الأخضر هو لون ثياب أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قولوا أمين قيادة السيارة بشرى بقدوم الخير رؤية الفاكهة عموما بدون الدخول في تفاصيل أنواع الفكهة رؤية كلمة النجاح كلمة التفوق كلمة الخير كلمة البشرى هذه الكلمات التي تدل على الخير والتفاؤل والنجاح هناك بعض الكلمات تستشعر منها في المنام أنها تدل على ذلك سواء رأيتها أو سواء كتبتها بيدك أو سواء سمعتها هذه الرؤية لهذه الكلمات تدل على قدوم الخير إن شاء الله انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته